السلام عليكم ورحبكم في هذا الفيديو الجديد من فيديو هاتو علم حياة الارض كيزاكول نتابعه في الدراسة العلم المنعه ونبدأه في الفصل الثاني وسائل دفاع الجسم عن الذاتي هو السؤال اللي كنا طرحناه في الفيديو السابقة من اللي شفناه بان هناك نظام معين يحكم هذه العلاقة ذي الرفض او قابول الطعم وشفنا بانه هناك ما سميناه الواسمات الكبرى والصغرى للذاتي اللي هي كالدخل في هذه العملية ديال كون الجهاز المناعاتي قابلناه في بعض الحالات بعض الانسجة التي يجب ان تكون متوافقة معه ويراتيا وفي حالات اخرى يرفض هذه الانسجة وشفنا بانه الذي يتدخل في هذه العملية هو سواء الواسمات الصغرى للذاتي متواجدة على الكراية الحمراء او الواسمات الكبرى للذاتي الموجودة على سطح كل الخلايا المنوات للجسم فطرحنا السؤال هل ستتواجد فقط تلك الطريقة للتدخل جهاز المناعاتي بالاعتماد فقط على المركب الرئيسي التلاؤم الانسج قلنا ان هذا غير ممكن ولهذا فهناك مجموعة من وسائل الاستجابة المناعاتية وسنبدأها بوسائل الدفاع غير النوعية في هذه الوسائل غير نوعية الغير نوعية بمعنى انها غير موجهة ضد عنصر معين بل انها موجهة ضد كل العناصر الاجنبية عن الجسم ومن بين هذه الوسائل غير نشوفه نشوف الوسائل الاولى وهي ما يسمى الحواجز الطبيعية للجسم وهناك نتكلم عن المناعات الطبيعية ثانيا غير نشوفه في فيديو مقبلة الاستجابة الالتهابية وعند نوحة العنصر مهم فالاستجابة الالتهابية او في الوسائل الدفاع عن الجسم وهو عامل التكملة او جهاز عامل تكملة ولهذا غنخصو لي فيديو اللي غير يجمع لنا ادوار جهاز عامل تكملة وكذلك البلعمة كوسيلة من وسائل الدفاع غير النوعية عن الجسم غنبدأ بالجزء اول وهو المتعلق بالحواجز الطبيعية للجسم وهو يتعرض باستمرار للعناصر الاجنبية التي منها ممكن ان تكون ممرضة او غير ممرضة وبالتالي فهو من مسؤوليات الجهاز المناعة ان يدافع عن الجسم وان يحفظ تماميته فهالدفاع الجسم كيف تعدنا اولا من خارج الجسم بمعنى اننا نمنع في الاصل هذه المولدات المطاد بمعنى العناصر الاجنبية نمنعها من الدخول الى داخل الجسم ثم اذا تمكنت هذه العناصر من الدخول الى الجسم بمعنى انها اخترقت ما سمينا الحواجز الطبيعي الجسم فستطار ضدها استجابة مناعتية اخرى اللي قد نشوفها في فيديوهات لاحقة ما يهم منفهد الجزء من المناعة غير نوعية وهو كون كل الجسم هو يتعرض باستمرار لدخول مولدات المطاد وذلك لتوفره على مجموعة من المنافذ التي تمكن من دخول مولد المطاد وعطينا تعريف بسيط لمولد المطاد لهو كل عنصر قادر على احداث استجابة مناعتية لدى الجسم اذا فيما كان عندنا منفذ من منافذ دخول مولد المطاد بمعنى المناطق التي من الممكن ان يدخل منها هذا المولد المطاد فكالقاو حاجز او مجموعة من الحواجز الطبيعية التي من المفروض ان تمنعه من الدخول من بين هذه المنافذ ستبدأ بالمسلك او المنفذ التنفسي والمسلك التنفسي سوف يسمح بطبيعة الحال بمرور الهواء ومع الهواء بطبيعة الحال عدنا مجموعة من العناصر اللي هي مولدات مطاد موجودة في هذا الهواء فبالتالي الجسم المفروض فيه ان يتوفر على مجموعة من الحواجز التي يجب ان تمنع العناصر الموجودة في الهواء من الدخول الى الجسم وبالتالي امراضه من بين هذه الحواجز الطبيعية غادر القاو الاهداف الموجودة مثلا على مستوى الانف غادر القاو المخاط او البلغوم الموجود على مستوى القصبات الهوائية قد يكون لدينا عناصر اخرى لا تمر عبر الهواء ولكن تمر عبر الاغذية وذلك عبر المنفذ الهضمي وبالتالي فاعد نحواجز طبيعية لك تمنع مرور هذه العناصر دي المولدات المضاد من بينها غادر القاو اللعاب الموجود على مستوى الفم غادر القاو ايضا المخاطية وهي الغشاء الذي يشغل باطن مجموعة من الاعضاء كالمعيدة وايضا الامعاء وغادر القاو البياش اللي هو دقيبة حمضية وكن اعرف بان الحمضية تقتل الخلايا اذا بياش داخل المعيدة وداخل الامعاء سيكون بياش لهو ضاعف بمعنى انه الوسط هو حمضي واللي يخلي لنا في المنطق مولدة المضاد التي من الممكن ان تصل الى هذه المناطق ان يتم القضاء عليها بفعلي هذه الحمضية المرتفعة نسبية اضافة الى هذا فكنا نلقى على مستوى المعي ايضا خاصة البعيل غاليد فكنا نلقى على مبنى فلورا مجهرية والوجودها داخل جسم الانسان لا يسبب له اي مشاكل صحية لان من الضروري ان تتواجد بالنظر الى اهميتها في العملية الهضم ثم ان هذه الفلورا المجهرية سوف تقوم بمحاربة غير الذاتي اذا وصل الى هذه المنطقة وبالتالي ففي المسلك الهضمي كالقوم متدخلين لهما عديدين من غير المسلك الهضمي او المنفذ الهضمي اللي قدر يدوز منه مولد المضاد فعدنا منفذ اخر اللي هو الجلب قد يحدث انه يحصل خرق للجلب عبر الحقن او الوخز بشوكة مثلا او الجرح وكيلقى المجموعة من الحواجز الطبيعية التي يجب ان توقف مرور مولد المضاد من بينها كيلقوا الاهداب على مستوى الاعيون كيلقوا ايضا الدموع اللي هي السائل الذي من المفروض ان يقضي على بعض انواع مولدات المضاد كيلقوا الجلب اللي هو حاجز طبيعي متواجد دائما لكي نعطينا المفهوم دي الحواجز الطبيعي بمعنى انها لا تحتاج الى تدريب او التعرض على مولد المضاد ومقاومة نوع معين من مولدات المضاد فسمينا حواجز طبيعي لانه متواجدة بشكل طبيعي عند جميع الاجسام ولها نفس الوظيفة اللي هي منع مرور مولدات المضاد عبر المنافذ المتعددة الموجودة على مستوى الجسم وطبيعي انها تصد جميع انواع مولدات المضاد لهذا نقول بان الحواجز الطبيعية كنتخلها في ما نسميه المناعة غير نوعية غير موجهة ضد مولد مضاد خاص او نسميها منع طبيعية اضافة الى الجلد عندنا العرق اللي هو السائل الذي سوف يحمل الجسم ايضا من دخول بعض مولدات المضاد مسلك جديد من المسالك او المنافذ التي من الممكن ان تسمح بمرور مولدات المضاد وهي المسلك التناسولي وكلقة حواجز طبيعي على مستوى المسلك التناسولي ممتلة بمخاطية ايضا واضافة الى مجموعة من الافرازات الحمضية التي من المفروض فيها ان تواجه مولد المضاد على هذا المستوى تمنعه من التصرب الى داخل الجسم وبالتالي امراضه هذه الحواجز الطبيعية الان من الممكن ان نقسمها الى ثلاث فئات اللي هي حواجز كيميائية ذات طبيعة كيميائية او ذات طبيعة ميكانيكية او ايكولوجيا بمعنى بيئية فمن بين الحواجز الكيميائية قد يلقى الدموع اللعاب العرق البيئاش معنى الحمضية المخاط والافرازات اللي هي كلها سوائل من الحواجز الميكانيكية قد يلقى الاهداب والجلد والمخاطية وفي الحواجز الايكولوجيا قد يلقى الفلورة المجهرية لذا هذه كلها حواجز طبيعية كندخلها في المناعة غير نوعية او طبيعية لانها غير موجهة ضد مولد موضات خاص بل مفروض فيها ان تقضيها على جميع مولدات الموضات باختلاف انواعها وهذا وليك يعطينا مفهوم المناعة غير النوعية في الفيديو المقبلة سنرى شكل جديد من اشكال المناعة غير النوعية والمتلى بالاستجابة الالتهابية في انتظار انا نلتقي في الفيديو المقبلة نتمنى لو تكن هذا الفيديو فاتكم و الى اللقاء